اشتركوا في القناة 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 اضافة لانه هاي الحيونات تحتوي على التونك لو جينا شوفنا التصنيف تباحة او اللي هي المين كاركترستيكس او ديز انيمولز ونلاحظ انه في عندنا اللي هو انكران سيفون واكسكران سيفون لاحظوا هذول الفتحتين مهمات الحيوان بمعنى انه بدخل اللي هو الماء من هذا المنطقة وبخرج من هاي المنطقة نتيجة اللي هي الضغط المائي داخل هاي الحيوانات اضافة طبعا اللي هي الاعضاء الاخرى المختلفة في هذا الحيوان مثل استومك الماعدة اضافة لانه في عنده القلب بيجي بمرحلة اللي هي بجانب الاستومك في عندنا القناتس الاوفري والتستس او ما تسمى به اللي هن البيضات اضافة اللي هي التونك اللي حكينا اللي هو يحيط بالحيوان بالكامل لاحظوا منهم بيبدأ حتى يصل عند هاي المرحلة في عنده اللي هو الامعاء الموجودة هون في عنده الجينيتر داكت اللي هي انبوبة التكاثر اضافة لعنده اللي هو الاتريوم والبيجمان تستوبس او سبوتس هذا كل ياته بسموه الفارينكس البلعوم هاي الفارينجل الصغيرة هاي بسموها الفتحات البلعومية هاي مهم كثير اذا هاي اهم شغلة تعرفوا بالتونكيتس هذول او سي سكورتس هذل الحيوان انه تابع لاليوريكوردات الذيل حبليات بسموه الذيل حبليات لاحظوا اللارفا تابعة التونكيت او اللي تابع لاليوريكوردات ملاحظ انه فيها النوتوكورد هذا اللي باللون الاحمر اسمه نوتوكورد الدورسال نيرف الدورسال نيرف كورد اضافة لالنوتوكورد فيه الاستومك الهارت البارينكس ويذ غلسلايتس اضافة لالماوث انكرانت سيفون ماوث انكرانت سيفون او اتريوبور انكرانت سيفون هذول الفتحتين مهمات كثير بالنسبة لها الحيوان طبعا هذا المرحل الجنيني لذلك اذا اجاكم سؤال النوتوكورد باللارفا تونكيت موجود لكن يختفي في المراحل المختلفة المراحل المختلفة يختفي لما يصلى عند اللي هي الادلت هذا مهم كثير نعرف فقط اللي هي what the mean of نوتوكورد or what are the stages that نوتوكورد are found and disappear in الادلت لاحظوا هاي اللي هي الستيج تبعت التنوكيت او ستيج تبعت الزي الحبليات شوف free swimming larva هذا x current هذا inc current هذا الفارينكس نوتوكورد and heart tail بعدها بصير في الها attachment ايش attachment هذا السطح طبعا هي معظم هي exclusive marine بتعيش في المياه المالحة لاحظوا لما ثبت نفسها على السطح بصير في عندنا تغيرات لهذا الحيوان بحيث انها تبدأ الفارين بالظهور وفي عندها الاندوستايل اللي بتكون داخل اللي هي الفتحات بعدين طبعا صار عندها metamorphosis metamorphosis عمليات التحول وبعد هيك بسموها مرحلة الاخيرة من الميتامورفس بثبت هذا الحيوان على السطح نوتوكورد لاحظوا نوتوكورد هون صار إلودس أبير هاي يتقطع نوتوكورد حتى اختفى تماما في هالمرحلة هاي وصار عندنا أدلت إذن هذا الحيوان أدلت إذن هذا اللي فسطايل للحيوان اللي هو التونيكيت أو ما تسمى ب سي سكوير إذن اللي كملنا اليورو كورديت السفالو كورداتا بدل ما يكون ذي الحبليات هو نسموه الرأس حبليات الرأس حبليات مثال عليه حيوان اسمه أمفيوكسس أمفيوكسس نوتوكورد دينكث أوف دا بادي تكون على طول المحور اللي هو الجسم نوتوكورد دينكث أوف دا بادي الدورس الحالو نير كورد دورس نرو الحالو نير كورد نفس اللي هي الخصائص الموجودة اللي هن إنه في حبل ضهري عصبي إضافة لوجود اللي هي الشقوق الخيشومية وإضافة للعضلات الموجودة في هذا الحيوان إذن الأمفيوكسس السحيم بسموه أو إلو اسم ثاني اللانسلت هين الأمفيوكسس شوفوا كيف لما يكون موجود شكله كثير بشبه الشفرة لو وجينا شوفنا تشريحه راح نلاحظ إنه بيحتوي على النوتوكورد نوتوكورد دورسل نيرف كورد دورسل نيرف كورد أورال هود وذ تينتاكلز طبعا اللي هو المجسم الأمامي وإضافة اللي هي الأورال هود اللي هو الأخاديد الموجودة عند فم هذا الحيوان هي اللي بتمكنه من حركة الماء وبالتالي الدخول إلى داخل الماء الجلسلات انفارينكس انفارينكس إضافة لوجود الجوناد والأتريم والأتريوب فتحة الإخراجية أو ما تسمى الوحدة اللي بتنفيها خروج الماء والإنس اللي بتعمل ويست بروداكتس إذن هذا الأنفوكسوس وهذا اللي هو ما يسمى بالأعضاء الرئيسية إلو لاحظوا نتوكورد بمتد إلى المراحل الأمامية إنحن نشوف لدينا فيديو خاص بهذا النوع من هاي الحيوانات راح نلاحظ إنه ببيننا أوضع هاي السفالوكوردات سفالوكوردات سفيروكورداتس هاي اللي حكينا عنها قبل شوي حيوان شوي شوف التونيكيات اللي حكينا قبلها هاي الشغلة مهمة دقيق رصوري هاي اللي حكي نظ게 شوفوا هاد الانكرانسي فون وهاد الانكرانسي فون شوفوا هاد الانكرانسي فون هاي اللي حكي نظفت مكتب الماريخ تحيث في المصفحين كبيرة هي كولونية على شكل مستعمرات أحيان حيوانات تفتسف مع بعضها تونيكت شوفوا كيف يجمعوا مع بعضهم كولونية أحيانات تفتحوا بطرد 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 مستعمرات أحيانات مستعمرات أدامه هذا اللي حكينا قبل شوي يهو السهيم في حيوانات الحيوانات بعض الشعوب تتغذى على هذه النوع من الحيوانات يمكن أن يكون غذاء على بعض عنوام الشعوب كذلك السهيم لانسلت هيا هيا رحك التصنيم في لانسلت تونيكيتس بعدين من يجي الهاكفش واللامري والأسماك والبرمائيات تونيكيتس لديها تادبول لارفا و لانسلت تونيكيتس لإمكانك جميع الأشخاص كيف يعيش كما يردت هرا كيلي 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 كفق وبعدين تبدأ بشكل تصعدي إذن هذا اليورو كورديت إذن نرجع منقول إنه الكورديتا بشكل عام الكورديت تشمل اللي هي معظم اللي هي الكائنات الحية اللي بتحتوي على النوتو كورد هاي الشجرة التصنيفية بتبيننا كيف بدأت بالمول يسكا كيف إحنا بدأنا بدراسة الزوالوجي بدأنا بالرخويات أو اللي قبلها بعدين الآن اللي ده بعدين الأرث روبود بعدين الإكاني درماس بعدين أجينا على الهيمي كورديت وقلنا إنه فيه بالهيمي كورديت نوع من هالحيوانات تحتوي على اللي هي قليس لايتس ما فيهاش نتو كورد خاص فيها وبعد هيك صنفنا على الكورديت وقلنا الكورديت بتنقسم إلى ثلاث أقصام اليوري كورديت اللي حكينا عنها من السي سكويرت أو سفالي كورديت مثل الأن فيوكسس رح نأخذ الآن الفيرتبريت اللي هي بتبدأ بالحيوانات الذات تخصصية عالية نرجع مرة ثاني شوف الراجع الخصائص العامي للكورديت اللي هو لازم يكون فيه عندنا إشي اسموه النيرف الدورسال نيرف أو سباينال كورد والنوتر كورد والباكبون والفيرتبرا إضافة للتيل اللي موجود باللايف ساكل المسل بلوكس والقيل سلايت أتسامت ستيج أو لايف سايكل إذن هذول الخصائص العام حكيناها كثير وقلنا أنه تكورد من أهم اللي هي الخصائص العامة لاللي هي الكورديت والسبان الكورد كونكتد مع الالنونقيتد بادي للبراين بمعنى أنه سبان الكورد نخاشة وكلاس جب أن يتصل مع الدماغ إضافة لأنه في عندنا كوكلي دستانس باعت أو دا بادي النوتو كورد أو الباكبون بالفيرتبريت آدد سرينكث يعني النوتو كورد بعطي القوة والرجيدي الصلابة لهاي الحيوانات خاصة اللي بتكون اليونقيتد بادي وبتعمل بروتكشن للسبانال كورد والأورغنزم جرو لارجر أند بروفاديد التاشمين سايز فور مصرز وجود العضلات بيها الحيوانات تاية بيأدي إلى وجود نوع معين من اللي هي البروتكشن لهاي الحيوانات إضافة أنه التيل أدابتشن فور ريكميشن فائدة الذيل أنه بيأدي إلى الحركة وأيضا أحيانا اللي هي البلنس بمعنى آخر اللي هي الفنكشن فور ريكميشن ومعنى الثالي المسل بلوكس كل ملاحظة للمسل ملعنى للمسل تستمر مزيد ومعنى للمسل خاصة الأمر للمسل بكسل إذا اتصلت العظام مع العضلات بيصير فيه عندها اللي هو باورفول بصير قوة كويسة إذن العضلات بالشكل العام تعطي علاو فو مصلز تجروه لارجر ومور باورفول بمعنى أنه هاي الحيوانات صارت تحتوي على العضلات وهذه العضلات هي اللي بتمكن هذا الحيوان من أنه يعمل اللوكوميشن بصير فيه عنده التاجمنت وخصوصا إذا اتصلت العضلات مع الانتيرنال سكيلوتن شو هو الانتيرنال سكيلوتن إما بيكون كارتلج أو إنه ممكن يكون بون حسب طبيعة هذا الحيوان عجينا على الجيلسلايت الجيلسلايت هاي بتعطي زي بسموها الفاستر أكواتيك كرييتشار مشان سير في عندنا exchange of material exchange of large amount of respiratory gases مشان تم عملية تبادل الغازات بصورة كبيرة جدا إذن الجيلسلايتس تمنح الحيوان مساحة أكبر لتبادل الغازات وإضافة إلى أنه structure تفحها بالعادة بيصير فيه إلو جو إفوفد طلعت هاي اللي هي الجيلسلايتس إلها علاقة بالفكوك لهذه الحيوانات بحيث أنه القوس الأول ممكن يتكيف لحالة من الجيلسلايتس ممكن يتكيف إلى بعض أنواع من الفكوك الخاصة بالحيوانات وهي بتحدث في الـ advanced vertebrate لو جينا بنقارن اللي هي الـ invertebrate مع الكورديت إحنا بنقدر نقول إنه كل الـ vertebrate كورديت لكن مش كل الـ vertebrate بمعنى إنه ممكن نقول اللي هو الطيور والثديات والـ amphibians والـ reptiles والـ الأفاعي والـ السحالي وكل الأنواع والأسماك هاي كل ياتها vertebrates يعني إلها عمود فقري فبالتالي نقدر نقول عن هاي كل ياتها core dates بس ما منقدر نقول كل الكورديتس اللي هي فيها نتو chord نقدر نقول عنها invertebrate يعني فيه جزء من الكورديت invertebrate مثل ما حكينا عن اللي هو الـ hackfish أو اللي هنا الحيوانات اللي كانت يهمي كورديتس طيب لو جينا compare to the invertebrate لو بنا نيجي نقارن الكورديتس مع الـ invertebrate الكائنات الحية اللي هي مالهاش أي علاقة بالكورديتس وحنلاحظ إنه هاي الحيوانات راح تكون smarter, larger, coordinated, faster هذول الأربع صفات مهمة مش موجودة بالـ invertebrate بمعنى إنه smarter أصبحت هاي الحيوانات لها شكل خاص فيها وهذا الشكل الخاص فيها يمكن أن يكون له يعني جاذبية أكثر إضافة لأنه تناسق أكثر إضافة لأنه الكورديتس مقارنة مع الـ invertebrate معظم الـ invertebrate حجمها صغير لكن أصبحت اللي هي الكورديت لارجر and more coordinated كيف صار في عندها تنسيق بين تنسيق العضل العصبي أو صار في عندها مثلا الحيوانات الكبيرة مثل النمر مثل الأسد لاحظوا إنه الأسد لما بدي يفترس الحيوانات رح أصير في عنده coordinated ما بين اللي هي العضلات والأعصاب وصير في عنده اتزان إذن هاي خاصية بتميز هذول الكورديت عن الـ invertebrate إضافة إلى إنه صارت faster faster أقوى بكثير وأسرع هاي الحيوانات اللي هي التابعة للكورديتس أو بمعنى آخر اللي صار إلها عمود فقري هذول الديفيجينز أخذناهم قلنا كل الكورديت بتصنف لـ اليوريكورديتس والسفاليكورديتس والفيرتبريتس وأخذنا مثال على اليوريكورديتس مثل ما شفتوا قبل شوي بالفيديو كان في عندنا السي سكويرتس اللي بعض الشعوب تتناولها كمأكولات بحرية سفاليكورديتس مثال كويس كثير عليها اللي هو السخيم والفيرتبريتس اللي إحنا بننوقضها مرجع هون بهاي سلايدات بيعيد لكم مرة ثانية اليوريكورديتس إعادة هاي اللي هي سميناها إلها اسم آخر اليوريكورديتس الي هي التونوكيتس والمثال عليها اللي هو سي سكويرتس هذول اللي حكيت لكم فيهن إكس كرانت وإن كرانت هذا بتعيش عادة في المارين في البحار انتو الآن لازم تميزوا بين السولت ووتر و اللي هي الفريش ووتر السولت ووتر اللي هي البحار والمحيطات المارين هذول الكلمتين شو بينن لما نقول فريفلوتينج يعني هذول بيعيشوا بحالة اللي هي ما تسمى اللي هي العوم أو السباحة أو سي سل سي سل معناتها مقعدة يعني بمعنى أنه هاي قبل شوي إذا شفتوا بالفيديو كيف بعض أنواع من السي سكويرتس كانت متصلة مع اللي هي الصخور الموجودة في البحار والمحيطات ثبتت نفسها وعملة لايف سكال لايف سايكل غيرت من اللي هي المرحلة الجنينية اللي كان فيها النوتو كورد واختفى في مرحلة البلوغ هذول الصور بجوز شفتوهم قبل شوي يعني بمعنى آخر أن الحبليات لهاي النوع من اليورو كورديات تظهر في المراحل الجنينية أو في مرحلة اليارقة هاليورو كورديات حكينا عنها الصفاء الكورديات شفتو الأم فيوكسس أو اللي هي الأكا لانسلتس اسمها ومعظمها هاي مارين بتعيش في الساند والشالووووتر بتعيش في المناطق الضحلة المراحل الكبيرة منها هاي بس تبلغ تحتوي على كل الخصائص العامة لا اللي هي الكورديات لمعظم الخصائص العامة لا اللي هي الكورديات طبعا القيل سلايت القيل بارس والحباتيك والأتريبور هذول أخذناها قبل شوي في بداية المحاضرة احنا ما بهمنا الان اللي هي البرتبريتا البرتبريتا هاي مهم كثير نعرف انه فيها شغلة مهمة كثير في المراحل الجنينية طبعا في عندنا احنا 5 كورديت فيتشار فايف كورديت فيتشار خلال عملية اللي هي المراحل الجنيني بالبرتبريتا تكون تحتوي على النوتو كورد بكون فيها حبل عصبي بكون فيها أقباس خشومية إضافة لوجود اللي هي بص دقيقة ها هاي الخصائص في المراحل الجنينية لاحظوا هذا الجنين في مرحلة اللي هي تيترابوت أمبريو لما منقول تيترابوت رباعية الأقدام لاحظوا فيها النيرف كورد فيها النوتو كورد فيها القيل سلايدس فيها البريين كيف نشأت الفيرتبريات الفقاريات لغاية الآن لما نقول نوفيسلس ريكورد ما فيش عندنا إشي اسمه اللي هي الفيسل ريكورد بمعنى آخر انه ما فيش نظرية واضحة بتوضح كيف نشأت اللي هي الفقاريات لكن في عندنا وان بابولار هايبوثيس بوستاكورد بسبب لي ديستنت فرم ديستنت فرم ديستنت كومون انسيستور او كانو ديرماتس بمعنى انه الجلد شوكيات اذا بتتذكروا قبل فترة حكينا عنها هي كانت آخر معاقل اللي هي الانفيرتبريت لذلك اللي كان ديرماتس لها علاقة كبيرة جدا بظهور انتلكورد لاحظوا هاي الشجرة اللي بتبدأ بالبروتوزوة بولوفيرا اللي حكينا عن السفنجيات البداية والانيليدا والحيبلاتي هلمينثيس والبروزوفو والاثرابود والموليسكس والانسيكتس والميريبودا اللي هي امر باربين كرستاسيا اركينيدا سبايدارز وبيجي من هون من منطقة اللي كان ديرمات اللي حكينا عنها قبل شوي ظهرت اللي هي البرتبريتساي اللي احنا بدنا اياها شايفين هاي التري الشجرة للانيمال كينجدم البرتبريتساي رح ندرس فيها 5 كلاسس رح ندرس فيها الاسماك رح ندرس الامفيبيانز رح ندرس الريبتاز البيرز الماملز اذن هذول الخمس كلاسس اللي رح نشتغل فيهم كل كلاس الليه علاقة باشي اسمه البرتبري الكولونز العمود الفقري الاسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات رح نأخذ فكرة عام الآن لكن بعد هيك رح نبدأ فيهم بالتفصيل رح نأخذهم بشكل مفصل بمعنى آخر اللي هو الاسماك ظهرت في المراحل الأولى في منطقة الـ بمعنى آخر بمعنى آخر الاسماك الى ان يصل الى مرحلة اللي هي العظام الجوز بالاسماك الجوز بالاسماك مفرده أو أحيانا بتكون متشابهة أو أحيانا إذا الفنز رح نشوف بالتفصيل لما بنوقع عن الأسماك لأن هقسموا الأسماك الى أقناثة بلاكوديرمز كوندريكتايز استيكتايز هاي الأقسام الخاصة بالأسماك أنا بحاول قدر إمكان أجيب لكم فيديو خاص بكل واحد مشان نعرف الضبط هذا الفكرة العامة عن اللي هي الأسماك يعني لما بدنا نحكي على الأقناثة هاي بشكل عام الأقناثة اللي هي ليس لها فكوك جولس بسموها جولس والهيكل الداخلي تبحى بيكون عبارة عن اللي هي الكارتلش سكريتونس مثال عليها اللامبري أند هاك فش تركوا هذا بشكل عام البلاكوديرمز اللي هو هذا الفيست فيش تو هاف جوز أول أنواع الأسماك اللي ظهر فيها اللي هي الفكوك كيف ظهرت اللي هي الفكوك عن طريق القليل سلايس الفيست فيش سلوك لاك جوز نحن بشكل عام اسماك قبل ما نعطيكو اللي هي بلاكوديرمز هون الفيش سب ديفيجن نلقاكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة